اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولنعد لبحثنا العلمي الذي اثبت وبعد كثير من البحوث والتدقيق ان جسم هذا الحيوان يحتوي على كميات كبيرة جدا من الفيروسات والبكتيريا المضرة كما انه تبين انه سبب مباشر او غير مباشر لحوالي 500 نوع من الامراض و50 نوع منها طفيلي وخطير اضافة الى ربطها بامراض خطيرة وسائدة كالسرطان وتلف الكبد والهيباتايت وطبعا كما لا يخفى على احد ارتباطه بالبدانة وامراض القلب بسبب احتواء هذا اللحم على كميات كبيرة من الدهون ومن الامراض البكتيرية التي يسببها لحم الخنزير بكتيريا السلمونيلا التفؤيد وباراتفؤيد والتسمم الغذائي من الامراض التي تسببها السلمونيلا بكتيريا الجمر الخبيثة تكون على شكل لوحة حمراء حارقة للأيدي تصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة وقشعريرة والتهاب الاوعية المفاوية هذه الامراض بالاضافة الى الديدان المفلطحة الشريطية الخيطية والاسطوانية التي ينقلها هذا الحيوان الرجس الى الانسان بعد هذا كله فاننا نقف امام معجزة من معجزات التشريع فتبارك الذي قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اكتشاف العلم لهذه الحقائق حول لحم الخنزير يثبت التطابق بين ديننا والحقائق العلمية الحديثة هل اعجبك الفيديو؟ حسنا يمكنك البحث عن حلقة اخرى اشترك في قناتنا واكتب تعليقك واضغط زر الاعجاب على فيديوهاتنا لتشجيعنا على تقديم الافضل